هنا في هذا الصرح الديني والعلمي زاوية سديع للحاج وعلى مدار أزياد من أربعين سنة تخرج العديد من الطالبة على يد الشيخ محمد بودنار الذي لطالما عمل على استقطاب طالب العلمي من داخل الوطني وخارجه فزاويتنا هذه سليلة زاوية سديع الدام تأسست على تقوى من الله وارضوان وبدأت تنشر في العلم والمعرفة ولها أدوار تربوية ودور اجتماعي ودور علمي فتخرج منها ما يربع عن 650 أو 700 طالب إن المميز بهذا الصرح العلمي خلال شهر رمضان هو تحضير برنامج خاص تملأه الأجواء الروحانية مع زيادة الاجتهاد من قراءة للقرآن وتلقين للدروس في أصول الدين الأجواء في رمضان عندنا أجواء رمضانية جيدة ما شاء الله يعني الإنسان يحس بوحد الرحمات تنزل ويحس بوحد البركة يحس بوحد الخير في هذه الزاوية لأن هذا الاجتماع وهذا النشاط الديني والاجتماعي يخلي الإنسان يشعر بالسعادة وهو بين إخوانه نحن الآن في شهر مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونحن في مكان القرآن ونحيي القرآن هنا في زاويتنا نصل للتراويح نراجع القرآن نهارنا قرآن وليلنا قرآن وتبقى هذه المنارة العلمية شاهدة على تخرج العديد من حفظة كتاب الله بهدف نشره في كل أنحاء المعمورة